السلام عليكم ومرحبكم في الحلقة الثانية من كوباة شاي كوباة شاي الهدف منها بما أننا كلنا قاعدين مع موضوع الكورونا في بيوتنا فكلنا منكم مشتاقين أنه يتونس مع أصحابنا وأهلنا حيات دي كلها فكوباة شاي هي عبارة عن ونسا يعني أنا بتكلم زيك أنه أنا بونس في أصحابي فدي ونسا لكل الناس المشتاقين للونسا طيب أخر مرة كانت تكلمنا عن أنه لم يلكبت الطيارة طيب الطيارة أصلا ما شميع الخرطوم لنا يروبي لكن عندها كونكشن أو حتقف المصف في أديس طيب قبل ما نمشي لأنه أصلا الحياة الحاسوبة في الطيارة حبي ببريك أنه قروش الطيارة أصلا جات منين طيب لا من أنك شافت أنه تم قبول البرنامج وبعد ذلك قلت خلاص أنا حاكم أدفع القروش القروش كانت تقريبا حاجة بتاع 780 دولار في الوقت ذلك فقلت خلاص أنا حاكم أدفع القروش كلها أحويه للدولار وبعد ذلك يشوف القروش بقيت كم القروش ما زبطت صراحة كلها فبيقيت في القروش كثيرة ناكسة وحي القروش طاحت الطيارة ما عندي قروش وحتى القروش طاحت الكورس والقروش طاحت القاعدة هناك طيب أول حاجة عملتها كان أنه كان كلمت صحباني بني أخي حل في أي زول أحبي أن يقوم ومش حبي أتكلمت مني أخي والله يا أخي أنا عندي كده 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 وحصل لي كده 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 فواحد صاحبتي بثيما يثار ومن هنا أحب أقول له شكرا أول حاجة كان قلت لي أخي أنا عندي قروش إذا حبي إنك إنك يعني ما لقيت أي طريقة أنا حديك لها وبعدين بنتفهم إن شاء الله يعني بعدين حرج عليها يعني بالجد كانت حاجة كبيرة شديدة بعد ذلك مشتكلمت مع ناس البيت فلعين تكلمت مع ناس البيت وعمر أخي قال لي خلاص ما ضربت على الطيارة دخلي علي أنا بتفعليك القروش واختي برضو كان عندها زي القروش خطتها بالجمع فقاما قال لي خلاص شير القروش ولم يتلقي عندك يعني لم يتلمها قوم رجعهم لي ومتلقي يا زول أخي شكرا جزيلا لكم يعني يعني ما حقدر أقول لكم لا ما حاجة شير القروش لأنه يعني دي حاجة ندار أعمالها لكن إن شاء الله الوهيد بيجي وازول برجع القروش فخلاص إن شاء الله إن شاء الله فبدأنا في الحجب ضع الطيارة وقاموا بمفتش في نياح الطيارة الأفضل يعطوها طبعا إنه الكينية غالية شديدة لا يمتساب الخطوط الجوية الكينية غالية لكن الخطوط الجوية الإثيوبية ما غالية فبدأت نفتش في نياحة هاتفح كيف فعمر أخي كان قايش في السعودية فقام قول لي خلاص أرى أنت الحجز الضائره ورسلي الرابط ففتشت فتشت للكيت الحائلة الضائره ورسلت عليهم رسلت عليهم كان أصلا المفروض أحجز طيارة مشي يعني ماشي وجاي يعني لحلتين لأنه أصلا الفكرة كانت لأنا المفروض أحجز وحدي بس اللي هو ماشي لكن ما جاي لكن المفروض أنا أحجز ماشي وجاي لأنه نحنا كسودانيين صراحة إنه نمشي الكبيري في نياحة الناس برّة بكونوا خاطينينا لأنه نعمل حاجة معيها أو يعني عندنا المفهوم بتاع الإرهاب والمسلمين والكلام مثل المفهوبي والحاجات هذه فقمت وقلت خلاص الحاجة الحاجوم أعمل لأنه اللي هو كانت أو كان من ناس المحد بقول لأنك يا أخي أفضل أنك تحجز ماشي وجاي فحاجزت ماشي وجاي اللي هو المشي كانت المفروض تكون يوم ستة يوم خمسة والجاية شهري اثناشر مع نهاية البرنامي تقريبا كانت آآ تلاتاشر 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 وتلاتاشر يعني فعمر أخوي ربنا نده العافية قام حاجز المشي يوم خمسة آآ أغسطس اليوم خمسة ثمانية ورجع يوم ثلاثة أغسطس يوم ثلاثة أغسطس يوم ثلاثة أغسطس اللي هو بعد ستة أربعة بعد سبع أيام فقام رسلي رسليه اللينك في الإيميل قليت اللينك فتعد اللينك صراحة قعدت تضحك قلت لها زيت الحجز تعد الضالط فقام قال لي خلاص قلي خلين نشوف فطلع إني يا أخي عشان قمنا نحوي الحجز لأني نحوي حجز لأني نحوي حجز لأني نحوي حجز مئتين؟ أو مئتين دولار عشان نغيير الحجز ده يوم ثاني فقلت لها زوال خير ما في مش خلين نحوي حجز لأني نحوي حجز صحي يحوي فمنهم آآ تدفعناها وبعدين بيقت في تقريبا زي زي تقريبا الغروش الاندي كانت اعملت زي مئتين وخمسين فلا يمشيت بنك الخرطوم ايوه كل الغروش بتاعت الطيارة اتصرفت الغروش بتاعت الكورس اتصرفت بلده لانو اختي اقراض انت قم تديني الغروش اخيرا فضل الغروش بتاعت القاعدة هناك اللي هو الموضوع بتاع الاكل والشراب والسكن حقيقي فدي الغروش الان اصلا كانت عندي وكنت اختيها فوقت خلاص انا هحويل الغروش كلها بتاعتيني دولار التحويله بالسوق الاسود كان الوقت ذاك مشكلة تقريبا الوقت ذاك في السوق الاسود القروش كانت عامل الدولار كان عامل زي خمسة وستين سبعين في البنك كان عامل زي خمسة وثلاثين وخمسة واربعين ما موضاكد اهو مش هاد بنك الخرطوم ناس وستران يونيون طلع انهم عندهم انت اذا طالب بتكون بتحويل القروش بوستران يونيون من السودان للمحادي انت ماشيه باستليم اهناك في سائر البنك ظابط خير وبركة ولو مو ظابط اي حاجة فمشهد اول يوم قال له انه يا اخي الكاونتر قفل مفوط تجيط عن يوم الصباح الثاني يوم الصباح اللي وسعى ستة صباحاً ستجي سعى ستة صباحاً قبل اللي حتى الكاونترات ما يفتحوا تنتظر برا بيكون في لسة تكتب فيها اسمعاك فقاعد يازول قدام الفرع بتاع بنك الخرطوم اللي في شارع الجمهورية ومنتظر يازول جابوا اللي سبها الناس كذبت اسمي الكاونترات فتحات خشت اذكر الوقت دا كان لقيت واحد واحد سوري قاعد برا قاعدتوا الناس يا اخي اهل سودان كيف والامور معاك وهو طالع انه عنده قروش المفوط استليمي منزول فالحاجة اللي هو كان بعمل لحد داسي بذكر ومسجل اسمه حيقت قلت ليه انت الحاجة بتعمل عشنو قال ليه انا ممكن ازد لك اللايكات في البوست بتاعك يعني مثل اذا عندك بوست تلقى مثلا مرات المرات في البوستات بيكون فيها مية الف وضاقر مش مية الف اطفالله واحد الف وحاجة الف وحاجة اه وكله تقال لايك بس مافي اي قلب مافجح حاجة فدين معظمة البوستات الزي دي بيكون في ناس دابعين عشان يزيدوا اللايكات في البوست فما علينا المهم اه يتوانسنا اتوانسنا اتوانسنا بعدها خشينا البنك خشينا البنك بيجب تمتتظر اه دوري جابوا بتكتيب عندك زي ورقة بتكتيب فيها التفاصيل بتاع لك وتوديها فمشاهدت لي الزؤل بتاع ال كاونتنز والظريف شديد سلام عليكم, السلام عليك كده 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 فقام قليل يزول زيالت معنى كم مشكلة اديني للاوراق مصورت الاوراق اصلا ديال الاوراق اه فقام قال لي خلاص هي دي التفاصيل بتاعاتك وانتظر دايكتين تصدر دايكتين جاب ليه الورقة تانية قال ليه دي التفاصيل بتاع الوستر النيونيون بيتمشي نايروبي في اي منحلات في الوستر النيونيون بيتستليمة اه فقمتا تاريه خلاصة الخير وبركة معيناته بذلك القروش كانت السجب بتاعها زمان كانت 500 دولار بتدفع للقروش 500 دولار بسعيب البنك بيتستليمة بهناك في النحل اللي انت ماشي لها لكن بعد ذلك مقلولة لي 250 فبقيتها المفروض قروش المفروض ماشي هستليمة 250 اه في هزول قتال خير وبركة 250 اصلا ذاتما يعني مع القروشة البسيطة نظر بتصرف منها ان شاء الله فبقت فيه 250 اه في تانية ربي قروش مازن تانية في قروش فكانت الفكرة انه انا هامشي نايروبي واذا قروش قسرت انا هشتغل هشتغل اي حاجة فكان واحد من خيالين يا اما انا قوي شديد في الموضوع بتاع التصميم المواقع والحاجات دي فاما اما اما اشتغلت التصميم بتاع مواقع او انا باعرف لغة عربية فحقوم ادرس لغة عربية فدي كانت الفكرة تانا انا ما اشيبه منها دا خير وبركة وعلى بركة الله هو اي حاجة المهم جاد بعد ذاك المواضيع بتاع الطيارة وكده فحقوم ارجع عليكم للنقطة البداية فيها من البداية انه قبتا الطيارة في الامريكا الطيارة مزاكرين في واحدة مزاكها اللي اجيتها في المطار فهي قاعدة زي 3 طيب عن الطيارة كانت فاضيه لاني جميه ما كان ركب زول فها كانت علي يساري في المقاعد النص خلين معي في الطياره في المقاعد النص بالمهم في مقاعد النص هي قاعدة برافي زي مقاعدين يمينة وقاعدين شمالة فهنا قاعدت يا زول بذكر أمشي ما أمشي أمشي ما أمشي أمشي ما أمشي فأقلت يا زول ما تبقى ما تبقى شنو زول ما تبقى خفيف فأقوم أعمل نفسك تقيل اللي هو دي ما نصح أي زول إنه خدت العبارة في رأسه أبقى خفيف زي ما أتقير فالمهم كسرت الحنك وقاعدة فتحت الكتاب بداعي ذي كأنه الأخوي يا زول بيقى بطيارات طوالي وبقري أزول بقري في القصة هي كانت قصة أو الرواية كانت رواية تقريبا الرواية ذات عندها قصة لكن طيب خلينا نحكي الرواية ذات قصة الرواية قصتها كانت في غوتا كنت أقريبا لغة ألمانية فلا من الجيد كانت بذكر كنا شغالين في حي سيما المهرجان متى كرمكول واحد من المهرجان متى كرمكول كان علينا قوم أصمم ألعاب للناس هناك فجزء من المهرجان كان الناس تمشي للمدارس ففي المدارس أنا كان من المفضل قوم أصمم ألعاب لأن الشباب أو الأطفال هناك اللعبوا فيها فالزول كان ماسكا ماسكا المحل الوقت ده كان اسمه مانفريد مانفريد إنسان كان ظريف زول بأول حالة يحب الرجال زول رقاص شديد وبيحب الشباب وأزول روحه شبابية لكن هو وعن مقحس كبير كنت لت البقرةago في المحل الوقت داه لور fine كان الوقت يستعد بالنمى ب Savile ف個 الوقت كان صادف إنه برضو إنه هو دي آخر يوم ليهو أو دي آخر أيام ليهو في المحل في المحل و اخر يوم كنت قاعد تشغل في اللعبة فهو جاء ماري و كان شاعر حاجاته خلاص من الخارج فقلت سهلته يا اخي انك هان حتعمل شنوم و الموضوع بتاع الريتايرمن بتاعكم اللي هو التقاعد و حاتمشي تقعد به نحية بشا كده فالمهم قام حكا ليه التفاصيل كلها و بعدين قام قل ليها اذكرتها فيه كتاب من مفدك له فقام خشي جوه المكتب و جاط عليه كتب ليه كتاب و قلت قلت ليه كتاب و قلت قلت ليه حاجة فيه فقام قلت ليه يا اخي اللي ما عالشون و جنو ما عالبني مكسر تلت كده كثير اه الا احمد مانفريت اوكي مداني اللي هو ده شكرا جزيلا يا اخي فالكتاب ده ذاتي هو الكتاب اللي بدأت في الطيارة فالمهم قاعد قاعد بقرر في الطيارة في امانة اللام اه بعشانك تشغل ان يا اخي فيها افلام افتح الافلام ذلك الافلام تشغل ان الموضوع الافلام القاعدة في الطيارة ناصر حدثها فكسرت الحنك و قاعد بعين ففجأة تلاقي انه خشينا اثيوبيا الحدود مش الحدود اثيوبيا ذاتها هي ذات بلد مختلفة شديد فمن فوق بتشوف الكمية بتاعت الخضرة والكمية بتاعت الجمال في البلد دي نمرة واحد نمرة اثنين نمرة اثنين الخضرة و نمرة تاثا الخضرة نمرة اربعة البيوت ذاتها هي قاعدة في اماكن متبادة من بعض فالزول بيكون عايش مثلا في المحلات دي حيبتاعت كيلو او حيبشة كده البلد الثانية فلعما تطلع من الخرطوم لتشوف الخرطوم من فوق بالحيس الحرطوم دي زي كان عبارة عن تلة مع كل الاحترام للخرطوم تلة بتاعت الرملة اللي هو حاجة بنية لعما تمشي اديس بتشوف انها هي عبارة عن تلة من الخضار حاجة خضرة فدي كانت اديس فصراحة المنظر من فوق بتاعت اديس حاجة رجيبة شيد خاصة ان الوقت داخل ما كان في غام شديد فبتقدت اشوف الجبال بتاعت اشوف طعمة اتنوة اشوف ناس بشوف البيوت الكبيرة بتشوف الاحواط بتحت الزراعة وتقريبا هي بلد الزراعية كبيرة شديدة حسب الحاجة انا شفتها ما متأكد في عضا الواقع حال هي ولا لا لكن انا لا حزب الحاجة شبتها هي بلد الزراعية كبيرة شديدة فدي كانت لثيوبيا نزلنا في المطار بتاع اديس طبعا المطار بتاع اديس مع كل الاحترام لمطار الخرطوم اقترب الاختلاف توتل من المطار الخرطوم حالي المرة واحد في واي فاي اللي هو اول حاجة انا غرطت ان افتش فيها لانه انا ما عندي محلات اسكن فيها في كينيا وحبي ان اقوم ازال الناس ان اخي انها في كينيا انا اقوم عمل شنون وانا مذاكرين في الحل غالولو كان قلت ان اخي اندي واحد صحبي وصف لي انه عند واحد صحبه في كينيا فلعا من افتح النات حقوم الاقي رسالة منه وتمعا انه انا حتعمل شنون ف۔ دي كانت الرحلة من السودان ل اديس وإن شاء الله المرجع سيتكلم عن الحياة التي حصلت في أديسيا شنون وكينة ذاتها ستحصل فيها شنون فنلاقيكم المرجع إن شاء الله